بس هو يعني هنقول الهرمونات الغودة الدرقية هي المسؤولة عن التغذية للإنسان يعني حرق دهون مثلا لا حرق دهون شوفي حرق كل مكونات جسم الإنسان دهون وبروتين وسكر وكل حاجة هي مسيطرة عليها هي المسيطرة هي مسيطرة عليها طيب لو أنا أصلا بحب أخذ من الكلام حاجات تانية يعني معنى كده أن الناس مثلا عندها سمنة مفرطة وما بتقولش كتير يقولك أنا ما بقولش كتير فعندي سمنة مفرطة عقله يتجه أنه ممكن يبقى عنده مشاكل في الغودة ممكن ممكن بس هي لها مؤشرات ولها شكل يعني مش واحد ست سمينة أو واحد سمين يبقى ده عنده غودة درقية كسلانة آه ماشي المؤشرة طيب تيجي ندخل في نشاطها إذا كانت نشطة أو خمول إيه الأعراض دي وإيه الأعراض دي أيوة إيه أعراض الخمول بقى إيه أعراض الخمول وده ممكن يبتدي من وهو جنين في بطل أم مم وهو جنين حال في بطل أم بيبقى فيه نقص فيه الهرمون بيبتدي يحصل المنوع عليه اللي هو خمول الغودة الدرقية ده بيبقى ليه شكل منون فيس تلاقي الوش مدور زي الأمر آه طيب مدح لكم فمش معنا أنه هو مدور زي أمر أنه هو جميل أو جميلة أوكي ده عيانة الحمد لله وشك فيه الحمد لله مون فيس بفل وهم اللي هو الكتاف بتاعته من وره بيه يحصل عليك ترسيب للدهون فتلاقي الكتاف بتاعته عامل زي كتاف عالية عالية الكتاف عالية اللي هو شبه الأتب شوية الخفيف آه يبقى عامل كده حلو العينين بتبقى في نقص الهرمون بتبقى داخلها لجوة وعليها الحواجب الحواجب نفسها دي أو مش حواجب اللي هي جفن العين أيوة تلاقي تخين آه تخين آه الجلد نفسه بيبقى سميك الجلد جلد الجسم كله جلد الجسم كله حلو ده دي الأعراض الناس اللي عندها خمول خمول في الغضة الدراقية بس ده معناه إن الخمول في الغضة الدراقية إن أنا مولودة بيه ممكن عشان إحنا افتدينا من الجنين حيث بتبتدي من الأول أنا بقول ممكن يبتدي من وهو جنين من الأول حلو لكن فيه مراحل أخرى بالزبط كده آه أنا بس بحيب أوضح بتعصر نتيجة حاجات أوكي فالجلد بيبقى سميك حلو جلد بيبقى سميك ليه زي آه ليه تلاقيه كسلان حزيان يعني حاسس كسلان أبثي تلاقيه بيبص كده زي على العبيط اللي هو تتنيحة متنح آه أنت مالك فيك إيه؟ أنا متنح أنا كويس بس أنا متنح 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 أوكي